أما في الغربية فتتواصل الأجواء الاحتفالية الكبيرة في مختلف المراكز حيث تشارك جميع القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة في تقديم عروض وفعاليات مختلفة ترحيبا بالمشروع الجديد الذي يعبر بمصر لآفاق جديدة كما أطلقت محافظة الغربية حملة إعلامية تتناسب مع قيمة الحدث لإبراز أهميته وتعريف المواطنين بأهداف هذا المشروع مدرية الثقافة الغربية تقيم في كافة مواقعها احتفالات صباحا ومساء في كافة المواقع هذه الاحتفالات تتضمن محاضرات عن قناة السويس وتاريخ قناة السويس وتاريخ التحديات التي وجهت مصر خلال فترات التاريخ المختلفة تتناول أيضا جانب احتفالي من خلال عروض فرق الفنون الشعبية وفرق الموسيقى العربية وكافة الفرق الموجودة والمنتشرة في مواقع ثقافة الغربية الحياة بدأنا منذ الأمس في إدارتي زفتة وإدارة الصنطة بتنفيذ هذا البرنامج البرنامج ده عبارة عن مرس للشباب في الصنطة وبعدين حفل فني وشعبي وعروض رياضية ثم توجهنا إلى مدينة زفتة حيث كان احتفال أمام مجلس مدينة زفتة في الشارع عمومي والحقيقة كانت فقرات فنية متميزة وعروض من العروض بتاعت الشباب اللي بتعبر عن الفرحة الغامرة يعتبر عيد لكل مصري وفخر كل مصري ستاح قناة السويس الجديدة اللي هي بتعتبر أنا يعني أنا بعتبرها مشروع الأجياء وده يعني إن شاء الله بإذن الله كقناة هي إدتنا فرصة للتحدي حكتين حدي الوقت والزمن بالنسبة لنا مشروع جميل وهيفتح فرص عمل وهيخلق فرص عمل للشباب والحمد لله هيديت مصر للعالم وربنا يحفظ الرئيس السيسي بتاعنا وفيه مشروع تاني هيبدأ فيه من الجمعة الجاية بتاع برص عيد وجوشار الأوينات ومن الغربية نعود